التقينا بها على شاطئ البحر حيث تلقى هناك عدستها إلهاما من الأمواج الهادئة وأصوات الطبيعة ولا أبو حمام هي فننة تشكيلية مغايرة بأسلوبها الجريء والحر وتقنيتها المميزة في جمع ما بين التصوير والكتابة والرسم في آن واحد أخذت كتصوير أكتر كتصوير له جسد وبعد هيك ضفت على التصوير كمان اللي يكون فيه رسم حاليا فوت لهم كمان كلمات لأنه صورة لحالها ما بتكفي ممكن أو رسمي لحالها ما بتكفي مرات كلمة لحالها ما بتكفي فحاولتك أدمج التلاتي سواء الملفت في أعمال ولاء هي رسائلها الاجتماعية التي تعبر عنها من خلال فنها خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة ومحاربة الاعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء رسائل سامية تحملها بشجاعة ثاقبة غير اعتيادية أول معرض بالأحرى عملته كان ثوري اللي هو عن الاعتداءات الجنسية السبب في النهاية بحسها لزي سفنجلة المجتمع مرات كفنان ممكن اللي بده يأخذ إيش الأشياء اللي حواليه ويطلعها لأي اتجاه إن كان فكان وقتها بعتقد في 2011 كان أول عرض وكان فيه كتير قضايا قتل مش إنه قلت لساتها موجودة بس كان لساتني كعمالي حاسحة لعم بأو على العالم وعم بشوف الإشياء هل هو سبب دفئه أم حبي للونه؟ أما بكورة أعمال ولاء فهي مشروع ألم الذي يتضمن 35 قصة منذ بدء الخليقة تعبر عن مشاهد مختلفة من حياتنا اليومية مكتوبة بطريقة فلسفية وتنقلنا عن طريق الصور إلى عالم يدعونا إلى التعمق في ذاتنا في أعمل هيك إشي من قصة خيالية على أساس اللي عندي خيال اللي هو وسيع اللي أحاول زي أحاول أزرع نتفة محبة عن طريق الألف لاميم اللي هي ألم بس هي مش بس ألم اللي هي الألف لاميم مشكلة في ثلاث تشكيلات كل قصة في إلها معنا شكل واتجاه معين للكلمة نفسها تعتبر ولاء نفسها فنانة بلا قيود وبلا اعتبارات اجتماعية تقيد فكرها وروحها بل هي تنمي بداخلها حرية الإبداع وشغف الفن الذي يخاطب المجتمع بأبعاد مستقلة تعمل على التأثير على الأفكار النمطية وتحارب كل الأفات السلبية من مدينة حيفا لليوم على الحرة عناب حلبي ترجمة نانسي قنقر